وضع استراتيجي للدولة التونسية يهم صحة المواطن يتم تخريبه من الداخل من خلال عمليات التهريب أدوية مدعمة من الدولة وغيرها يتم إخراجها خلصة من تونس نحو أقطار مجاورة كل هذا بغية ربح سريع وجشع البعض ما يزيد عن 500 نوع من الأدوية منها الحياتية هذه الأيام مفقودة من السوق وصلتنا عن تاريخ المركز الديمت على المنظمة التونسية لشهد المستالك عديدة شكيات في الدولة في الفقدان متاعه في عدم وجوده في السوق عشرات الألاف من قطع الأدوية يتم تهريبها نحو دول مجاورة تقوم وحدات الديوانة بالتعاون مع كافة الأسلك بالتصدي لهذه العمليات وأرقام أصدرتها الديوانة التونسية تعتبر مفزعة حول عمليات الحجز لكميات مهولة عمليات تهريب مست حتى الأدوية الحياتية القيمة الأدوية هذه في سنة 2020 تجاوزت 6 مليارات و365 ألف و720 دينار 6 مليارات و365 ألف و720 دينار بالنسبة للأدوية فقط بالنسبة للقيمة العشرة أشهر عذومة تولي سنة 2021 حجزنا 49 ألف و647 قطعة من الأدوية معنا لباكيد نيدي كامو مثلا البانادول الفيرالجون فما الأدوية الباهذة الثمن وتم توريدها بالعملة الصعبة زادة كيف كيف والدولة تقوم بدعمها من جهة أخرى دعا وليد بو بكر أمين مالي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى مزيد الحوكمة وإلى مراجعة منظومة الدعم على مستوى بعض الأدوية الموردة والتي تستنزف العملة الصعبة ولها مثيل في تونس بالإضافة إلى تفعيل التنسيق بين مختلف الوزارات مع هيئة الصيادلة مؤكدا أن الهيئة لن تتسامح مع أي كان وإن كان من منظورها فيما يتعلق بشبكات التهريب والتي تورط فيها 15 صيدلانين سنة 18 و2000 في 2018 هي هذوكم صيادلة ومجموعة كاملة معناها سنوات قبلوا البحث تعديوا على مجلس تأديب واخذت فيهم الهيئة قرارات وقرارات صارمة نحن نجمو قولك في عام العام الأخير هذا تعدي كان صيدلي وحيد جان الملف متاعه اللي فيه تهريب واخذت قرار بتحجير النهائي لمهدة مهنة الصيدلة دونك ما فماش ارتباط عضوي بين التهريب وفقدين الأدوية تكون عمدها نسبة صحيح أما نسبة ضئيلة جدا فما شوية موضوع التهريب لكن هو راه مهوش مؤثر على السوق اللي مؤثر على السوق اليوم هي المشاكل تاع الصيدلية المركزية والديون انتاحها المدخل دلد المخابر الأجنبية رئيس مدير عام الصيدلية المركزية بشير اليرماني وفي تصريح لأحدى الإذاعات المحلية الخاصة أقرى بوجود عمليات تهريب للأدوية ثم مزودين ساعات يبعث لك مراسلة يقول لك روى الدوية متاعي توجد في البلاس فلانية وانا ما بعتوش معناها الظاهرة هذه موجودة في تونس ميجي جديدة فما عنصر آخر اللي يدعم ويخلي فما هالموجة هذية متاع والسلوك هذي هو أن أدوية في تونس هي مدعمة سيدة للمركزية هي الوحيدة عندها مونوكول دامبرتاسيون دونك راهوا الدولة باستطاعتها كانت تنمي في الميزانية وفي القدرات متاع التفاقدية متاحها وتزيد تعطيهم الإمكانيات راههم في ظرف ساعة تنجم تعرف الأدوية هذو ما هي اللي تبيع فيهم تبيع فيهم معناها السيركويل كل تنجم تعرفه سيترا سابر راه هذا ويقض جميع المتدخلين في قطاع الأدوية في تونس بأن السبب الحقيقي والنسبة الكبيرة وراء هذا النقص الحاصل في مخزون الأدوية يعود بالأساس للأزمة المالية التي تعيشها الصيدلية المركزية والتي انعكست بدورها على جميع المتعاملين معها